السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعونكم شباب اليوم راح ناخد محاضرة جديدة بالDSP عملي نفتح البرنامج الماتلا محاضرتنا اليوم راح تكون عن الصوت يعني كيفية قراءة الصوت ومعالجة الإشارة للصوت وإضافة النويز على الصوت أول شي خلينا نفتح الناس New File New Script ننتظر شوية أول شي أول ما نبدأ دائما CLC Clear نأتي عندنا طريقة قراءة الصوت هناك ثلاث طرق لقراءة الصوت أول طريقة يوجد صوت مخزون برنامج الماتلا طبعا شو نقرانه أكو إعاز اسمه Load Handle Load Handle فارزة منقوضة أهم شي تخلي الفارزة منقوضة ليش؟ هسا أقولكم ليش؟ صغروا حتى تشوفون الفارق هسا هاي كتبت بعد ما نفدته هاي Load عند الأشي يقرأ من الحاسبة أكو ملف صوتي مخزوم بالماتلاب هسا راح نقرأ عن طريق هذا الإعاز النتيجة راح يكون هسا أنتم تبعوا على الورك سبيس وورك سبيس نقول له نقزنه هسا راح نقزنه برنامج change folder شوف هسا من نفدنا البرنامج أش صار؟ الإشارة signal هوني هذا الإشارة خزنه بالY خزنه وين؟ بالY والFS تردد القطع تردد القطع راح يخزنه بالF capital S small هادي standard يعني من تقول لو ده أندل النتائج سمالك صار هوني هادي واحدة هاش نجي هسا ليش خليت فائزة مقوطة؟ إذا ما خليت فائزة مقوطة راح النتائج يطلع وين؟ بال Command Windows يعني القيم اللي هو 73000 يعني قيمة كبيرة فراح يؤثر على المعالجة مالتك راح يصير راح يقف الماتلا باحتمال فالأفضل تخلي فائزة مقوط هاي قرينا إشارة load handle هاي أول وحدة عسا نجي هاي الإشارة اللي قريناه عشون أريد أسمعه عشون طريقة السماع نكتب إعاز sound sound إعاز sound نكتب الإشارة Y وتردد القطع F S انفعز مقوطة دائما هسا من أدوس على الرن راح يشغل الصوت عشون طريقة السماع عشون طريقة السماع حاولا عشون حسن حسن هدو الساوت إدن ريت قبل ما نج على هادا خلينا نتعلم قراءة الصوت اول شي قلنا load handle اي اول طريقة حسنا نمسح هاي ثاني طريقة خلينا نفد البرنامج تشوف workspace فارغ حالي ثاني طريقة نقول له متغير نخزم بينه نقول له y او fs نحن نكتبه المرة يساوي النا wave read wave wave read لقراءة صوت هذا يستخدم لقراءة صوت موزوم بالحاسبة بيصير .wave يعني الامتداد مال .wave double quota فايزة من quota ها 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 ملف الصوت المغزون عندك تخليه هنا فاني عندي موجود بهاي الملف .wave هذا اشو اشو نجيبه click يمين على ملف الصوت اللي عندك تروح على properties مالتو شوف الامتداد .wave فاللوكيشن هذا سوي له copy تجيبه وتخليه هنا تكمله اسم .wave كان اسمه تست كل ما تشوفوا هذا الامتداد .wave .wave هاي كملنا نرجع هاي 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 من ننفده راح تشوفون راح يطلع راح يطلع راح يقرن هذا الجديد هذا الصوت الجديد اللي راح نخصوه حسنا نفدناها خلني نصغر الشاشة احزن حتى تشوفوا من قبل وهذا ما نصغر تشوف الواي والاف اس هاي ها سا تعلمنا شو نقرأ صوته هاي الثاني طريقة ايه اشني ثاني طريقة. اريد اشوفوا البرنامج كامل. ايه ايه قريناه. ثالث طريقة. بس نجعل ثالث طريقة. راح يكون نفسه بس هون ما ويف ريد. اوديو ريد. اوديو ريد. اوديو ريد. اوديو ريد. بهاي الاوديو ريد تقرأ اي صيغة بالصيغة صوتية. يعني mp3.m4a.way يعني اذا كان عندنا mp3. امتداده. تروح تجيب الامتداد من الاسم مالته و الامتداد مالته. بس هذا. هذا الاعاز يدعم 2013 من نسخة الماتلاب واعلى. يعني هذا اللي عندي ما يدعمه. فاحنا راح نستخدم حاليا. .weave نرجع. يعني wave read. هاي اللي اعاز نستخدمه. اي اول واحدة. نيجي نقرأ الصوت. بنفس الطريقة. sound. نريد نسمع الصوت. sound. ال y. f s. ننفذو. او ال run. نقولك عندك خطأ بال column. تسعة. الخمسة. نشوف الخطأ معنا اوين. ايه فوق هوني. فارز العفو. بس عنا فلو. كلير العفو هوني المسحنة راحت ايه. شوف. هذا الصوت اللي راح نسمعه. مندد الصوت تقريبا ثلاثين ثانية. هاي تردد القطع. اف اس. هاي الاشارة. هاي تردد سمع. اويني. شوف. هاي تردد. بس هاي الصوت اللي سمعنا عشون خلي اول شي نرسمه فنقل له بلوت للاشارة والله ما ريد اسمع الصوت حتى لا ياخذ من عندي وقت اوقفه علامة بالمية هذا هاي شي يستعمل كcomment يقاف تنفيذ هذا السطر البرمجي بلوت واي راح بس ارسم اشارة الصوت شوف رسم ليها هاي الاشارة الصوت اللي رسم ليها بس ركزوا لعوني على الواحد حتى اسا اريد ارفع الصوت ايش يستخدم ايش يستخدم اهه في حالة رفع الصوت نقول له ايش في حالة رفع الصوت نضرب القيمة احنا مثلا اريد سوي عشرة اضعاف يعني نقول عشرة في الاشارة الواي يعني بالامبلتود ده اضربه هسا هون يكتب عشرة في خلي هذا ما ريد اسمع الصوت حاليا بس شوفكم يا بالرسم وبعدين نسمعه شوف كان واحد اشقصار عشرة انت رفع الصوت فنرفع الصوت هسا راح نسمعه 0 0 0 0 0 المترجم للقناة المترجم للقناة يعني نص يعني يتخفض الصوت الى النصف يعني بالزور راح نسمعه تقريبا هس راح اشغلكم هو المترجم للقناة هس هاي عرفنا خليه هسا عطبيعي يعني هسا عرفنا رفع الصوت قيمة صحيحة كبيرة اكبر من الواحد او حتى واحد يصبح يصبح اقل استخدم الاش لخفض الصوت عسه اريد انضيف نويز على الصوت احنا الغاية من عنده عسه راح نتعلم اضافة نويز بها المحاضرة نقول له متغير جديد اكس مثلا يساوينا اد وايد كاوزو نويز هذا اعاز اسمه اد وايد كاوزو نويز راح يكون اشني قيمة مثلا صفر بوينت خمسة اثنين ثلاثة اربعة حسب القيمة اللي تكتبوا هنا كلما كان هاي كبيرة كلما قلت تشويش يعني راح نضيف تشويش بس شدة التشويش يعني اذا نقول له او بوينت فايف اذا ما نقاطه هسا نقول له فيقر والبلوت الاكس شوف اذا راح يرسم الاكس والواي راح تشوفون التشويش اشكت انا عفواني طفينا حتى لا اسمعوا كل شوي شوف هاي الاشارة الاصلية وهاي الاشارة زائدا النويز شوف الفرق يعني اذا اذا شغل اسمع الاشارة اللي بينه راح نستغل صاوند يعني اعاز قلنا الاشارة عندنا اكس تردد القطع نفسه اف اس يعني اسر راح يرسم الاشارة الاولى الاصلية ويرسم الاشارة اللي بينه نويز وراح نسمع الاشارة اللي بينه نويز راح يصير كله تشويش اشتركوا في القناة نعم صوروا ما اسمعنا هذا هاي اول طريقة لاضافة النيويز هاي اول طريقة لاضافة النيويز طريقة ثانية لإضافة طريقة ثانية أنا أعرف متغير مثلا زيت يساوي إنا اسم الإشارة منه إشارة الواي اللي راح نضيف علينا النويس زائد أكو إعاز أش اسمه نور نورم راند نورم راند يعني قيم عشوائية راح يكون بحجم الإشارة واي راح ينضيف علينا فراح يصير يعتبر نويس نورم راند راح يكون أول خانة بينه المينو المينو ايش يقصد بينه معدل الديسي فراح اخليه يكون مثلا خمسة ثاني إشارة يكون السيجما السيجما ايش هو معدل انحراف معدل الانحراف خش معدل الانحراف كلما كان قليل راح يقل التشويش فراح أخليه يكون مثلا ثلاثة يعني يكون التشويش عالي فارزة راح نخلي هون حجم حجم منه حجم الإشارة الأصلية ليش؟ حتى يصير الإشارتين مطابقينة يعني إشارة الواي حجم وجقة اتنين او هاي القيمة ستة وعشين مئتين ثمانية وستين ألف ومئتين سبعة وثلاثين في اتنين فقل له هنا سايز هاي الاعازل سايز واي يعني ياخد الأبعاد الواي يخليه هنا حتى بنفس الأبعاد يسوينا إشارة ثانية ويضيفه لأشارة الأصلية لزيت هس نقول له فيقر بلوت الزيت راح نفده شوف هاي الإشارة اللي بينه اللي ضفناها هاي الإشارة الأصلية هاي الإشارة الأصلية فيقر وان هاي الإشارة الثانية نضفنا له نويز باستخدام اد وايت كاوزن نويز هاي الإشارة الثالثة ضفنا له نويز باستخدام ايش نورم راند شوف المعدل الديسي خمسة ليش كتبنا خمسة والثلاثة يعني معدل هاي ثلاثة معدل النيوز خليه نقول كل ما يكون قليل كل ما يكون النيوز قليل سبس راح نسمع هاي الصوت مرتلخ يعني هاي الصوت الزيت فانجلو ساوند المنو الزيت نزياد نستودد القطع اف اس السراحة نفذوا حتى نسمع هاي الصوت هاي متشويش فاتحملونا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مختصر المحاضرة اول شي قلنا المحاضرة اشني قراءة الصوت ملف صوتي واضافة تشويش علينا ونتعرف على انواع يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بصيغة بالحاسبة رح يكون الامتداد كامل او قراءة صوت بصيغ اخرى مثلا رح يكون الامتداد امتداد هاي الالفين وطلتعش فما فوق من الماثلا بيدعم هذا ليعاس عندي ما يدعم الفين وطنعش لانه لسماع الصوت ساوند واي اف اس ساوند الاشارة وتردد القطع لرفع الصوت قيمة نضربه هنا وتجرب كل القيمة وسمعه بالبيت لخفض الصوت يعني اقل من الواحد يعني نصف الصوت رح يروح يعني شدته اهنا لرسم الاشارة الصوت ابلوت واي مثل ما تعرفون هاي لإضافة التشويش عندنا هاي اللي يعاز اد واي تكاوز نويس السيغنال الاشارة واي وسيغنال كل ما يكون كبير كل ما قل التشويش هاي يعني علاقة على كسي رح يكون 0.5 مثلا هنا فراح يكون ضجيج تشغيل الصوت بنفس الطريقة الصوت المشوش او بعدين رسمه طريقة ثانية لإضافة النويس اللي هي نورم راند الاشارة الناتجة نقول الواي الاشارة الاشارة الاصرية زايدا نورم راند معدل الدي سي معدل الدي سي او زايد فائزة لاثة السيغنال اي اول رقم بعدين حجم الواي حتى يكون حجم الاشارة اللي نضيفه بحجم الواي علامة الزايد يعني لانه كأنه هذا مصفوف وهذه مصفوفة فبالشرط المصفوف من تجمع مصفوفتين لازم اش يكون حجم متساوي يعني هذا حجمه واحد في ألف مثلا وهذا لازم واحد في ألف فلذلك نستخدم هذا نشغيل الصوت بنفس الطريقة X الإشارة أو Z المفروضة هنا حتى نسمع هذا الصوت Z FS يعني الغايد يعني الطريقة تسمعها بهذه الطريقة أم نرسم الإشارة نفذون هاي التجربة بالبيت تقرؤون صوت وتسمعون وتضيفون ونويس وشكرا